بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته جاء في نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه قوله فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تسبيبا للرزق والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق والحج تقوية للدين والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحة للعوام والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء وصلة الرحم منماتا للعدد والكصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود إعظاما للمحارم وترك شرب الخمر تحصينا للعقل ومجانبة سرقة إيجابا للعفة وترك الزنا تحصينا للنسب وترك اللواط تكثيرا للنسل والشهادة استظهارا على المجاحدات وترك الكذب تشريفا للصدق والسلام أمانا من المخاوف والأمانة نظاما للأمة والطاعة تعظيما للإمامة صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حديثنا يتناول التشريعات الدينية بين الصورة الظاهرية والهدف والغاية وقد ذكرنا في وقت سابق أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أرسل رسله وبلغ بواسطتهم رسالته أوجب على الخلق أن يعبدوه فشرع لهم التشريعات وأوجب عليهم واجبات ونهاهم عن محرمات ولم يكن ذلك ولم يكن ذلك بلا غرض ولم يكن ذلك عبثا ولم يكن ذلك إشباعا لنقص في ذاته المقدسة ولا عن جهل لنتائج هذه التشريعات وإنما انطلقت هذه التشريعات في مستوى الإيجاب والتحريم من قاعدة المصلحة والمفسدة وقد ذكرنا جانبا من ذلك حيث قلنا أن قسما من علماء المسلمين قد تتبعوا هذه التشريعات وحاولوا أن يجمعوا مقاصدها في مقاصد وعناوين معينة ذكرنا منها حفظ الدين وحفظ العقل ومن مقاصد التشريع حفظ الأنساب أن يعرف زيد ابن فلان وهند بنت فلان هذا من المقاصد ومقاصد التشريعية لأنه على ضوئه تقوم العلاقات الاجتماعية السليمة مع عدم حفظ الأنساب من الممكن أن يحصل زواج المحارم وهذا بحسب تشريعنا الإسلامي محرم إذا لم يعرف زيد أنه ابن فلان فربما يتزوج مع أخته أو مع عمته أو مع خالته أو مع من يحرم عليه ومن الواضح أن التشريع قد منع الزواج بالمحارم تتحول عندئذ الأنكحة إلى عمليات سفاح إلى عمليات زنا لا يقف أمامها حد ولا قيد لذلك كان حفظ النسب بين الناس ضروريا في هذه الجهة بالإضافة إلى جهات أخرى كمثل المواريث لو لم يعرف نسب فلان أنه من أبناء فلان لما أمكن أن يرثه ولو ضاع النسب ضاع الميراث أيضا نحن نلاحظ أن التشريع الإسلامية قد فرض مثلا عددا للطلاق بالإضافة إلى ما ذكرناه وفرض عددا للوفاة وأحد جهات المصلحة المترتبة على مثل هذا القانون أن الإنسان يستطيع الإطمئنان إلى عدم اختلاط الأنساب تصوروا لو أنه جاز لو جاز وهو غير جائز أن يتزوج الإنسان مرأة طلقت في اليوم الماضي وقد دخل بها فمن الممكن أن يكون مع الدخول الجديد ينتج عن ذلك حمل وربما تكون أيضا هذه المرأة قد حملت من زوجها السابق الذي طلقها في اليوم الماضي وبعد تسعة أشهر حيث أن الموعد قد يتقدم قليلا أو يتأخر قليلا يخرج هناك مولود لا يعرف أنه ولد الأول أو ولد الثاني ويترتب على ذلك إشكالات عاطفية ومحرمية لو كانت بنتا هل يستطيع الأول أن يراها وأن يتزوجها في المستقبل أو الثاني هل يستطيع أن يراها أو أن يتزوجها في المستقبل أو لا في قضية الميراث هل ترث من الأول أو ترث من الثاني وبالعكس وهكذا الحال بالنسبة للولد هل سيصبح أخا لأبناء أبيه الأول وبناته أو أنه أجنبي عنهما حتى يستطيع الزواج من أولئك مثلا وهل هو ينتسب إليهما حتى يرث من أولئك أو هو أجنبي حتى لا يدخل معهم فإذن نحن نجد أن قسما من التشريعات إنما كانت لأجل ذلك نفس إقرار النكاح بهذه الطريقة لا بد من عقد ولا بد من معروفية ذلك فمن السنن إشهار النكاح وإظهاره وقضايا الطلاق وعددها أيضا في هذه الجهة نحن نجد أن التشريع الإسلامي حرص على حفظ الأنساب قال ترك الزنا وجعل ترك الزنا تحصينا للنسب فرض النكاح الشرعية المعروف حتى تعرف الأنساب وأما الزنا فإنه لا ينتج إلا اللقطاء ولنا في بعض البلاد الكافرة والجاحدة مثال واضح حيث 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 الذين يولدون كما يقولون خارج فراش الزوجية عدد كبير جدا يشكل نسبة مئوية مخيفة في بعض تلك الدول وترك الزنا تحصينا للنسب بل ترك اللواط تكثيرا للنسل اتيان الشهوة من الطريق الشرعي الصحيح هذا ينتهي إلى أن يكثر النسل وإلى أن يكون المجتمع مجتمعا سليما في هذه الجهة لا يكون كما قال ذلك النبي إنكم لتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر من المقاصد أيضا ما ذكروه في حفظ الأموال المال به قوام المجتمع ولا تأتوا يقول القرآن الكريم ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فإن المال بدورته الاقتصادية به يقوم المجتمع ومتى ما حدث خلل في هذه الدورة الاقتصادية يتأثر المجتمع تأثرا كبيرا نحن نلاحظ اليوم ما يحصل من غلاء الأسعار الذي يؤثر في كل بيت ومع كل وجبة إنما هو ناتج في بعض أشكاله على أثر خلل اقتصادي معين في مكان ما ليس في البلد فقط وإنما على مستوى العالم حفظ الأموال حسن إدارتها عدم التعدي فيها كل ذلك مما يحفظ المال على المستوى الاجتماعي لذلك حرمت السرقة مثلا لذلك حرم الإسراف والتبذير لذلك منع الإنسان عن التصرفات السفهائية وإذا أصبح سفيها فبدأ يتعامل في ماله بشكل سفهائي حجر عليه الحاكم ووضع يده على ماله لكي يحسن التصرف وهكذا حفظ النفس وهو أيضا من أغراض الدين الدين جاء من أجل أن يحفظ نفس الإنسان وعقل الإنسان ومال الإنسان ونسب الإنسان وأن يحفظ كل شؤونه المرتبطة به لو ألقينا نظرة على تفاصيل هذه التشريعات كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك الشرك بمعنى أن يجعل الإنسان لله أندادا وشركاء فيقول هذا إله وذاك إله أو هذا جزء إله وذاك هو الإله الأصلي بل أحيانا قد يتخذ الإنسان بعض الناس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني جعل طاعة أمره كطاعة أمر الله عز وجل يأتي لك ويقول المأمور معذور ولذلك قتلت فلانا المأمور معذور ولذلك انتهكت حرمة فلان لا يستطيع أن يواجه ربه في يوم القيامة بهذه الطريقة أنت اتخذت هذا الظالم ربا لك الله يأمرك بالإحسان وهذا يأمرك بخلافه فتتبع أمر الظالم الطاغي الله يأمرك بالعدل وهذا يأمرك بالظلم فتتبع أمره في الظلم وتترك أمر الله في العدل لا يصح ذلك أبدا فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرق والصلاة تنزيها عن الكبر عندما يقف الإنسان منفردا في صلاته أو إلى جانب بقية المسلمين في صلاة الجماعة على صعيد واحد المفروض أن هذه الصلاة تنهى الإنسان عن التكبر تنزهه عن الشموخ والعلو أنت تضع رأسك على التراب في خضوع لله عز وجل وتحني قامتك بين يدي ربك العظيم هذا ينبغي أن ينتقل إلى كل حياتك فلا تشعر بالتكبر على من سواك أنت عبد وهو عبد ولكم رب واحد والزكاة تسبيبا للرزق تاجر الله بالصدقة أعطي زكاة مالك أعطي خمس أموالك فإن الله تعالى الذي يرزق من يشاء بغير حساب جعل علاقة وثيقة بين إعطائك في سبيله وإعطائه إياك المال الصدقة تجلب المال الزكاة تسبب الرزق إعطاء الحق الشرعي ينمي بركة الإنسان والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق من الممكن أن يتظاهر الإنسان بكثير من العبادات ولكنه إذا التزم بالصوم الصوم عمل لا ظهور فيه للرياء يستطيع من أراد أن يأكل في بيته ثم يخرج على الناس لا أحد يمنعه ولكن إذا منعه إيمانه عن اقتحام هذا المحرم فهذا يتبين أنه مخلص في اتباعه لأوامر ربه والحج تقوية للدين هذه الحشود المليونية التي تذهب إلى الحج بلغنا الله وإياكم أيها السامعون والسامعات حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام ما أعظم هذا المنظر إنه لا تقشعر منه النفوس عندما يرى هذه الجموع المليونية يحركها أمر ربها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله يحركها في حركة دائرية واحدة متفقة حول البيت الحرام وهكذا يحركها باتجاه الذبح والرمي وما شابه ذلك في وقت واحد وبكيفية واحدة ومتقاربة يذهب كل هؤلاء من خلال وجودهم يتبين حال من الاتحاد والتعاضد والقوة ولو أننا أحسن أرض الحج لبينا للعالم كيف أن الحج هو تقوية للدين والجهاد كما ذكرنا عزا للإسلام لا يكن أمر الدين والإسلام هو الجانب المهيض والحائط الوضيع الذي يتسوره كل من أرى من سولت له نفسه وإنما ينبغي أن يحاط بسياج من العز هو الجهاد والأمر بالمعروف مصلحة للعوام عامة الناس يحتاجون إلى أن يوجهوا وإلى أن يرشدوا وإلى أن يؤمروا بالمعروف والأمر بالمعروف كما ذكرنا في بعض الأماكن ليس في القضايا الجزئية البسيطة وإنما كل القيم الأخلاقية هي معروف ينبغي أن يؤمر بها ينبغي أن يشجع عليها وبمختلف الوسائل كما أن النهي عن المنكر هو ردع للسفهاء إذا كان هناك سفيه يتخط الحدود فإن نهي الناس عن منكره يردعه وصلة الرحم من مات للعدد والقصاص حقنا للدماء وإقامة الحدود إعظاما للمحارم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإقامة مظاهر التشريع والتعرف على فوائده ونتائجه وتحقيقها في أنفسنا ومجتمعنا إنه على كل شيء قدير وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة